أصحاب الكحف الذي ذكر الله تعالى قصتهم في سورة الكحف ذكر الله تعالى معهم كلبا وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد وهذا ببركة صحبته للصالحين ولهذا قال ابن كثير شملت كلبهم بركتهم فأصابه ما أصابهم من النوم يعني 300 سنة وذكره الله تعالى في القرآن وخصه بالذكر وصار لهذا الكلب ذكر وشأن وخبر بسبب صحبته لهؤلاء الصالحين فإذا كان هذا كلب ومع ذلك حصل له ما حصل من هذا الذكر والشأن فكيف بالإنسان ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مجالس الذكر أخبر أن لله تعالى ملائكة تلتمس مجالس الذكر وأنهم إذا وجدوا مجلس ذكر قالوا هلموا إلى حاجتكم وثم قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث أن الله تعالى يقول اشهدكم أني قد غفرت لهم فتقول الملائكة يا ربي إن فيهم فلانا ليس منهم وإنما أتى لحاجة فجلس فيقول الله هم القوم لا يشقى بهم جليس هم القوم لا يشقى بهم جليس يعني شملت بركتهم هذا الرجل الذي جلس ولم يأتي أصلا لطلب العلم وإنما وجدهم يحضرون درسا في مجلس ذكر ومجلس علم فجلس معهم مستمعا فشملت بركة هذا المجلس هذا الرجل ولهذا يقول الله تعالى في هذا الحديث اشهدكم أني قد غفرت لهم فتقول الملائكة يا ربي إن فيهم فلانا ليس منهم وإنما أتى لحاجة فجلس فيقول الله هم القوم لا يشقى بهم جليس وهذا الحديث الصحيحين وهذا يدل على بركة مجالسة الصالحين ومجالسة أهل الخير والاستقامة ولهذا ينبغي أن ينتقي المسلم الجلساء الصالحين الذين يعينونه إذا ذكر ويذكرونه إذا نسي ويرى أثرهم عليه في أمور دينه ودنيا يرى الأثر الحسن في أمور دينه ودنيا